في مثلي هذه الأيام قبل خمس سنوات أعلنت دول عربية التدخل في اليمن لمحاربة انقلاب الميليشيا والسعادة الشرعية ووقف المد الإيراني كما قيل في تلك اللحظة تحت مسمى عاصفة الحزم ست سنوات وما زال العدو الحوثي يتربص وما زالت هناك محافظة تسقط ويتم استعادتها نصر على الأرض لم يتحقق أبدا ما زالت القوى الإيرانية تعبث في شمال الشمال ما زال الوسط رهين الحوثي ما زالت المؤسسات الحكومية رهن الاعتقال من تدمير وفساد حرب طاحنة قضت على كل مقدرات البلد الفقير والمنهك أصلا وأتت حتى على نسيقه الاجتماعي وأعادته سنوات للوراء ولم تتمكن من استعادة الشرعية والقضاء على انقلاب ميليشيا الحوثي حتى اللحظة بل أضحت الشرعية والحوثي معا مجرد اسمين فقط لتحقيق مطامع دولية عشرات الآلاف من القرحة عشرات الآلاف من القتلى عشرات الآلاف من المشردين عشرات الآلاف من المنازحين ناهيك عن التردي الاقتصادي لمستوى دخل الفرد اليومي والأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار وصعوبة القرق والتواصل بين المدن والأرياف تركت الكثير من الآثار الحرب خلال خمس سنوات ماضية حتى اللحظة تركت ما زلنا نعيش في كارثة تسببت الحرب بمقتل آلاف اليمنيين وجرح عشرات الآلاف منهم حيث بات بعضهم يعاني إعاقة دائمة وتدمير آلاف المنازل السكنية ناهيك عن نزوحه وتشريد عشرات الآلاف من الأسر التي باتت تعيش في مخيمات مهترئة وفي ظروف قاسية تفتقر لأبسط مقومات الحياة في ظل انقطاع المرتبات وانعدام مصادر الداخل المؤسسة الصحية هي كانت أكثر الضرر فيها سوى كان عن طريق القصف أو عن طريق هروب الكادر الصحي أو فرار من المراكز الصحية إلى مناطق الأمان وهذا أثر على الخدمة الصحية مما أضطر الأمر إلى أن هذه المؤسسة الصحية بهذا الانهيار لم نجد كخدمة نقدمها للمواطن المنظومة الصحية واحدة من أكثر القطاعات تأثرا بالحرب حيث دمرت الكثير من المستشفيات والمراكز الصحية بغارات التحالف وصواريخ الميليشيا وبات المواطن يلاقي صعوبة كبيرة في سبيل الحصول على الخدمات الصحية بفعل الحرب والانقلاب الحوثي انهارت كل مقومات البلد الاقتصادية والصحية والتعليمية وضربت حتى القيمة الأخلاقية للحرب وبات اليمن ممزقا أكثر من أي وقت مضى وأصبح قراره مرتهنا بين دول التحالف الداعمة للشرعية كما تقول وراء الانقلاب الحوثي إيران فوزير حمادي قناة بلقي